نرجع 50 سن إلى مثل النهار مع صحيفة النهار عنوانة بـ 13 نيسان 1971 قبل 4 سنين من بداية حرب الـ 75 لم تستطع طائرة الرئيس الليبي الهبوط في مطار القاهرة وعادة السادات ونميري والأسد في انتظار القزافي عرفات يطلب من الأربعة مساعدة ثورة فلسطينية في محنتها والرئيس يحضر قداس الفصح الكاتوليكي المطران الزياد ليست الحرية في الثورة لمجرد الثورة مكتب الانتاج يرفع مشروعا إلى القصر يقضي بشراء الأبقار وتوزيعها على المزارعين المشروع يؤمن الاكتفاء الذاتي من الحليب واللحوم وقبل 30 سنة من الـ 71 إلى سنة الـ 41 تقرر توزيع السكر والأرز عن هذا الشهر اعتبارا من صباح الجمعة المقبل ويجري توزيع وفقا للتعليمات الآتية الاستحصال على بونات الشراء بإبراز بطاقة الإعاشة بمخافر الشرطة أو بالأمكن المعين لها الغاي تعطى الكمية بالنسبة إلى عدد الأفراد المدرجين بالبطاقة بنسبة 400 جرام من السكر و400 جرام من الرز لكل شخص أما بالنسبة للكاز فقد وعدت السلطة بأنه ستعود إلى توزيعه على اعتبار لتر واحد لكل أعائلة من 80 سنة تعلموا منه نقال إذا بتكن تعملوا بطاقات تموينية 400 جرام لكل شخص منتابع مع كاريكاتور بير صادق هون كان الرئيس الفرنجية عم يقرأ بصوت العهد كفتا 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 كلم صائب والفدائيون والكتائب والقوميون يستنكرون نصف الشاحنات الأردنية والشعب اللبناني يتولى التحقيق بنفسه المحقق يقول لبنان واحد لأردنان حلو حلو كثير ياريتم نتعلم اليوم أنه لبنان واحد منه ولا أي دولة أو لأي دولة تانية